كيف حالكم؟ طمنوني عنكم أموركم تمام إن شاء الله أول إشي وبداية بتشكر الجميع الأشخاص اللي كثير كم مهتم في موضوع غيبتي وأنا غيبتي صراحة كان في عندي شوية أعمال لازم كان لازم أني أخلصها وعشان هيك أنا بعتذر منكم واحد واحد وبتشكر كل الأشخاص اللي سألت في الفترة هاي اللي مضينا فيها الرسكن إشي كثير حلو والحمد لله إنه في أشخاص من اللي بتابعونا على اليوتيوب أو بتابعونا على الإستجرام أو بتابعونا على التيك توك في كثير أشخاص الحمد لله إنه أعماله بيبادر تمام بأنه يسبق الأحداث في موضوع صناعة الرسكن وصناعة التطبيقات وبقدم إنجازات كثير حلوة في عنا شخص اسمه أيمن في عنا شخص اسمه فراس هذول الأشخاص رح أنشر أنا على الستوري عندي على الإنستجرام نتائج أعمالهم ورح تنصدموا أنتوا بالذات الأشخاص اللي كانت غافلة موضوع صناعة التطبيقات رح تنصدم من الأشياء اللي عملوها هذول الاثنين فتبعيني على الإنستجرام هذا الإنستجرام الخاص فيه رح أنشر الستوري تباحهم بعد يومين أو ثلاثة أيام من هذا الفيديو ورح أفرجيكم الأشياء اللي كثير حلوة اللي عملوها بدون تطوير حديث لأنه فيه ناس بتتدائق بالموضوع أنه أنا بحكي كثير ولكن هذا إشي عشان أنه أنت تستفيد وفيه شغلة مهمة كمان أنتوا ما عرفتوها أو يمكن أشخاص اللي تحضر هذا الفيديو صناعة التطبيقات هاي اللي بلايليست احضر من A to Z تمام عشان يتعلم وتسير أفضل مني ومن عديد من الأشخاص وتربح إن شاء الله وتحصل ويكون عندك مردود مالي جيد فيه اثنين تمام اللي حيربحوا مننا اللي حيربحوا من حمزي AQ قناة حمزي AQ تطبيقين اللي حكونوا جاهزين بس كل ما عليك أنك إذا ترفع وتحط الإعلانات تبعتك بس هاي كل اللي عليك طالعا كدهش الموضوع بسيط هذا كل الموضوع اليوم رح نتعلم إشي كثير مهم بالريسكن فعشان هيك don't skip ما تعمل ولا skip ولا أي شي اكتب عندك على ورقة وقلم ايش بيصير عمان بنشتغل واشتغل خطوة خطوة اليوم رح نتعرف لح نشتري التطبيق لح نعمله كم من شغلة ورح نعمل بالحقات القادمة آخر التوتشات أو آخر اللمسات اشتغنا لكم كثير هذه قناتي على الانستجرام وهذه قناتي على اليوتيوب زي ما تعودنا like, share, subscribe وشكرا لكم شكرا لدعمكم نبلش موضوع حلقتنا لاتس جو تمام أصدقائي خلونا هسا الان نتحدث عن ايش اول خطوة رح نعملها اول خطوة رح نعملها زي ما حكينا مسبقا لح نروح على كودي كانون زي ما انتوا هسا شايفين بالشاشة هذا موقع كودي كانون كودي كانون من التول بار اللي هو اللائحة اللي هون في عندي كلمة موبايل تمام هاي هون براه باختار الاندرويد تمام بعد ما اختار الاندرويد لح اروح على الصفحة اللي بعدها اللي فيها التطبيقات تمام هاي هي التطبيقات اللي موجودة في عندك الويكلي بيست سيلر تمام الافضل مبيعا بالاسبوع يعني تقريبا اسبوعيا في عندك كمان تطبيقات شمالها نيو ريليس يعني تطبيقات حديثة وفي عندك نيو اندر عشرين دولار يعني اقل من عشرين دولار ولا خير هي من ذلك تمام هلأ انت تختار التطبيق اللي بناسبك تختار التطبيق بناء على انه هذا التطبيق رح يفيدني رح يجيب لي مردود مالي رح يساعدني في انه انا اطور في مجال الرزق والتطبيقات بختاره تمام يعني عملية الاختيار رجاء خلينا نكون فهمين الموضوع يعني ما تختار عشوائي وتيجي تحكي بعد فترة والله هذا التطبيق اللي انا عملته سيء وكل اشي غلط لا دائما خليك يعني ذكي ذكي في اختياراتك خليك تكون مميز في اختياراتك تمام فيه زي ما حكينا في بداية الفيديوهات تمام وهي البلايليست برجع بذكر بحضر من A to Z الدورة تمام دائما منذكر انه احنا في مجال صنع التطبيقات وفي اي مجال من منجلات العمل عبر الانترنت لازم تكون اذكى من غيرك وافضل من غيرك واسرع من غيرك كمان ولازم تعتمد اهم اشي عملية التصويق فانا ببحث بشوف ايش اللي بناسب الفئة اللي انا بدي استهدفها لمن لازم انشرها وين لازم انشرها هاي امون لازم تتعلمها تمام وروح نحكي عنها في الايام المقدمة الايام القادمة عفوا بس خلونا نحكي عن كيفية عملية الرسكن تمام وفي ايش مهم 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 هاي قناة على الانستجرام مهمة هاي قناة على الانستجرام مهمة جدا لان انت راح اذا وجدت اي مشكلة اذا وجدت اي صعوبة راح اكون انا موجود او راح اكون التيم تاعي موجود برد عليك واذا اتأخرنا احنا منعتدله ولكن احنا نرد عليكم وهذه قناة على الانستجرام لايك شير سبسكرايب هي اكيد احنا عقلنا على اليوتيوب عفوا هاي قناتنا على اليوتيوب لا تنسى اللايك والشير والسبسكرايب وكومنت يعبر عن الاشي اللي احنا منقدمه خلينا نكمل بعد ما نختار تمام هلا انا اخترت واحدة من الجيمز تمام اللي هي منستر ترك تمام قيمتها 14 دولار طبعا اكيد في غرامات اه يمكن 2 دولار هذا اشي مفروغ منه اكيد يعني تمام هلا لو فتحنا عليها احنا اللعبة هاي اللعبة كالتالي تمام هي عبارة عن انك انت بتسوق دراجة او سيارة الاخيرة من ذلك وبتتنقل فيها عشان ايش تحصل على الكوينز الدهبايات تمام وتمشي فيها هاي هي لو نعمل فيديو بريفيو تمام عشان نشوف كيف تشكل التطبيق راح اطلعنا مثل هذا الشكل تمام نعمل بلاي ازي هي كان يعني لعبة بايخة تمام بس في ناس ممكن تحبها تمام بس احنا نحن نشتغل عليها من خلال نعمل عليها لو بتلاحظ انه كتب لك هنا بانر بانر اند او اس تمام اوكي هاي الاعلانات اللي موجودة اد موبو ادفرطايزن كمام وهي كل المعلومات اللي انت راح تحتاجها زي ما حكينا نطلع على عدد مبيعات عدد مبيعا التطبيق والكومنتات عدد مبيع تسع وتسعين مبيعا واحد وخمسين كومنت تقرأ الكومنتات بشوف ازي فيه اشياء سلبية او ايجابية تمام هون تطلع على الابديت اللي هو اخر اشي عمله صاحب التطبيق وبتقرأ كم من معلومات اللي مثل ما حكينا اد موبو بانر اد موبو اللي هو هذا اللي بيجي هيك شكل بوب مرة واحدة وهون معلومات انه هوتو تمام طبعا اشي اكيد والاشي الجميل والاشي المميز تمام انا راح احكي لك ايا انه كودي كانون والاشخاص اللي بيشتغلوا على مجال التطبيقات والريسكن تحديدا بعطوك ملف شوف الاشي الجميل كثير بعطيك ملف بي دي اف انت بتنزله عندك على الكمبيوتر وبتشوف هش بي اعيش بتعدى اش هذا هو بساعدك اول باول فاننا يعني الموضوع جدا بسيط انت لا تصعبه لا تخاف نهائيا تمام خرينا نشتريها تمام بابل او شايفين زي ما قلت لكم في 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 معناها يعني تاكس او ضريبة على الهدا تمام اوكي تمام هل احنا هيك تم شراء التطبيق طبعا لحن نقول ل الخطوة اللي بعدها اللي خطوة ايش طبعا هتروح على الايميل تاعك ها هنفتح على الايميل تابعنا اوكي تمام مش فتحين الايميل تابعنا هاي الجيميل هاي كونفيرم تويور ايميل كونفيرم تويور ايميل تمام هيك طبعا احنا نستغل بس الوقت نتحدث شوي هيك صار عندنا ايش التطبيق صار جاهز لالنا تمام فانت تعمل داونلود اول فايلز تمام وفي عندك هنا البي دي اف دوكمون تمام رح تنزله طبعا عشان يعني لو فتحناها البي دي اف تمام هاي ملف البي دي اف ملف البي دي اف زي ما ذكرنا تمام اكلوز دقيقة شوي تمام هاي شهادة تمام ايش بتساعدك تعطيك انك انت ترخيص تمام الاسسنز معناها ترخيص شهادة الترخيص بانه حمزة تمام الاسسنز معه اللي هو منستر تراك ستم بصر ايش الاخرين من ذلك صار ايش تم الدفعي يعني لو بدنا نروح للملف اللي هو هسا فتحناه تمام هاي هو تمام هذا هو ملف ايش ملف التطبيق تمام هون هيك انت بكون حصلت على التطبيق الان اصدقائي تمام هلا احنا هيكا اعملنا الخطوة الاولى رحنا على كودي كانون شرينا التطبيق بعد ما نظلنا التطبيق لحينزل التطبيق بملف زد آي بي تمام فعشان هيكا هلا انت رح تيجي تسألني سؤال انه انا الملف حمزة ما رقيتوش اكيد ما رح تلاقيه ليش لانك انت الملف لازم تعمل كليك يمين بالماوس كليك يمين نضغط عليها تمام نعمله ايش اكستراكت تمام او منروح على الملف وين نزل نزل بالديسكتوب بروح انا ايش بفتعل انا عشان ينزده على الشاش الرئيسي هو بكون بملف جوال بي سي يعني تمام تضغط عليه تمام هاي الملفات الملفات كلها لح تلاقيها زد آي بي يعني كلها زي هيكا تمام تضغط عليها بتعمل كلمة ايش اكستراكت تمام اكستراكتو ابصل ايش ابصل ايش بنزل بنزل عندك هاي الملف شايف كيف هيك بنزل عندك الملفات اتفقنا هاي هاي نقطة اضافية حمزة لديكم لا خوف عليكم لا تخافوا كل اشي بحكي لك يا بالتفصيل الممل عشان انت تكون تتخطى كل المشاكل راح تواجه تمام الملف كيف بنزل عندي بنزل عندي زي هيك بعمل له كليك يمين بعمل اكستراكت تمام طيب هلأ ننتقل للخطوة اللي بعدها ايش الخطوة اللي بعدها الخطوة اللي بعدها انو انا بديت اعرف على ايش ايش ايه على التطبيق تمام هاي التطبيق تبعنا عفوا خلينا نطلع من هنا ايه احنا هون نزلتوا انا على الديسكتوب على الخاص تمام هاي انا ملف التطبيق بتاعي كل الملفات الموجودة كل الملفات اللي انا بتهمني تمام كل اشي فيه عشان اقدر اعمل عليه الريسكن رح افرديك قديش هو الموضوع بسيط ولكن ما تاخذ في موضوع انك انت اذا انا حكيتك انه بسيط انك انت تسهل الامور لا ولكن الموضوع جدا بسيط قدمه هو بسيط رح افرديك تمام لما انت تشترك كود المصدر وهاي مهمة حكيناها في بداية الفيديوهات هاي البلايليست مرة ثانية تمام بداية فيديوهاتنا عن موضوع صناعة التطبيقات انك انت دايما اشتري مصدر الكود ما تاخده سرقة ما رح تستفيد تمام هوك رح تستفيد اكثر تمام ايش بفيدني اذا انا سألت مصدر الكود شايفين كلمة com.ownergame.monasternew بمعنى owner game اللي هو مالك اللعبة هو بعطيك تعليمات تضغط كلمة open تمام بفتح عندي او رودي اصلا فاتح فعشان انا اسف انه فتح عندي هاي الصفحة شوف ما اجملها بس بس اتماعن بالجمال هذا تعليشوا هاي الصفحة هاي الصفحة بكل بساطة بتروع كلمة start تمام بحطيك مقدمة عن التطبيق بتروع كلمة introduction تمام او introduction اللي المهم المقدمة تحت التطبيق بحطيك كل اشي فيها كل اشي في التطبيق طلع تنزع اللي بعدها هاي كلمة import your app بعلمك كيف تمام اتحمل التطبيق على وين على android studio اللي هو زي ما حكينا android studio لازم يكون موجود عشان نقدر نعدل عليه بعلمك كيف تعمل ايش تحميل للتطبيق طلع بعمل زوم خلينا بس اعمل لكم زوم تمام طلع تطرع على كلمة file تنزل تحت تمام بتروع على كلمة import تمام بتروح تختار الملف تمام اللي هو ايش احنا نزلنا بعدين تكمل كلمة browse يعني بترفعوها سوف رجيكم كيف بعد كلمة finish هيك نزل عندك تمام نعمل زوم out نرجع على ورا شوي تمام طيب ايش بده تشوف هو معطيك يعني احكي لك ببساطة شو اللي بصير اللي بصير كالتالي انهو بلعبك لعبة التركيب تبعت الليجو تذكرتوها هاي هي صلنا على تركسن طلع قريش الموضوع بسيط ولكن ما تتصاص ما تتصاص علقنا ما يكون ما تخلي الموضوع بسيط لدرجة انك انت تسترد فيه او هذا عملك هذا عشان تنجح فيه يجب تكون دقيق جدا فيه تمام بعد ما عملنا import للأب فيه اننا كلمة اشي اسمه change package ID وهي حكينا عنها في بداية امور نازم نغير package name ID الوطيات وال الصور والايقونة والعدي من ذلك فهبو بقولي change package ID تمام كيف بتتغيى بتغيى كالتالي تمام هاي طلعك بعلمك كيف انا بغير package ID package ID تاعت الانر بدي اغيرها طلع كيف بكل بساطة بكون موجود طرق التعليم طلع اسهم اوكي ابصر شو هاد هذا كله بكل بساطة بعلمك ايها بعدين بقولك update graphics شو معناها الصور او المؤثرات تمام اللي بالتطبيق بدك تعمل لها update طلع change icons اول ايش بدك تعمله دك تغير الايقونة بتاعت الايش بتاعت التطبيق in project folder select res طلع ما لزه تمام نعمل minimize minimize ركز وين هو افرجيك قديش هو الموضوع هاي الفايرفوكس نروح لا update بقولك in project folder select res ابصر ايش ابصر ايش طلع هاي ال project manager تمام في عندي res تمام res android تمام بعدين بروح لا اه شوف انا بديمشي مع خطوة تمام change all icon images ونروح نحنا هون كنا تمام اه ثواني هو ايش كاتب res اوك تمام نرجع لهون هاي ال res تمام هاي كل الملفات تمام كل الملفات اللي بيحكي عنها جميل هاي ال icon تمام ترجع تفتعها هاي هاي كمان icon تمام ترجع تفتعها هاي هاي كمان icon تمام بتروح على layout تمام هاي المين هاي ال ايها دول طلع كل اشي فيه icon بقولك انك انت تعمل له ايش update تمام game launch screen image بتاك تغيرها هاي بكل بساطة تمام طيب اه خلونا اه نروح ل الاشي اللي حكاننا عنه تمام هاي ال android studio لح اعمل file تمام لح اعمل ايش اه open تمام انا رح اشتغل يعني طريقة مختلفة شوية عنه تمام انا ونحط الملف تاعي حط الملف تاعي بالdisctop صح؟ انا مش حاط جوا ملف فا وين كلمة disktop ديسكتوب 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 هاي الديسكتوب تمام انا هاي هاي الملف تاعي منستر ترك start jump اوكي تمام ديس ويندو هسيك انا يا شمالي حملت الايش التطبيق تاعي هاد هو التطبيق ايش ماله تبعنا هاي كل الكود هاد هو بكل بساطة كيف احنا نعمل هاي الامور تمام ايش خطوة ثانية اللي احنا نعملها اللي هنروح لالاشي اللي طلبوا مننا نرجع لل introduction تمام اول ايش نعمل ايش import your app انا الاب نزلته بحركات بسيطة يعني مش دوروا كل هاي ولكن اتبع معا بدي اعمل وين عفوا ايه ايه اه اه بدي اعمل change package ID in android تمام هاي بدي اغيرها ولكن اعذروني عشان الوقت صار طويل وانا ما بحب اكون شوي هيك طويل لكم بكرة غدا فلا تخافوا هاي المنرة احنا نخلص بسرعة تمام package ID بكرة حلقته كيف نغيرها كيف نغلي كل package ID لانه في مرات بكون package ID بانتسام فاذا جوجل لقيتها هيك بيخرب كل موضوعنا ايه كان معكم حمزة بشوفكم على خير اشتركنا لكم كثير ورجعين بقوة like share comment subscribe بشوفكم يا بالانستجرام يا بالفيسبوك وتابعونا اول في اول اسفع حتى اخير كان معكم حمزة تشاو